مرحبا 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 معنا كلمة نهاردة عايزين نتكلم عليها وندرت شو مع بعض ايه هي الكلمة دي كيو كمبر كيو كمبر ما لها كلمة كيو كمبر لو عايز تخلي بالك معاي فيها اتنين يو صح كيو كمبر بس اليو اللي هنا نضقت غير اليو اللي هنا ازاي تعال نشوف الترانسكريبشن بتاعها ازاي اللي احنا بنشوفه في القموس عشان نعرف نطقي الكلمة بيكون شكلها ازاي كده و و تمام كده ده النطقي بتاعها اللحظ الحرف اليو الاولاني اتنضقت او واليو التانية اتنضقت ايه اه ليه ما يكونش ليه العكس يعني بدلا ما اقول كيو كمبر اقول ايه كاكيومبر كاكيومبر ليه تنضقت بالنطقي ديتي عشان انا ايه نكون نطقي سليم و متأكد منه خلي بالكم معايا انتو عارفين عندنا ستة وعشرين حرف في اللغة الايه الانجليزية تعال نتكلم عن لتر يو لتر بيو الحرف المتحرك بيو ده تمام زي ما قلنا اي حرف متحرك ليه حاشتين ايه الحاشتين يا اما نيم اسم يا اما ساوند صوت مش كديه اللي بالكم معاني اي حرف لي نيم و لي ايه ساوند هنا ال او دي نيم يعني الصوت لما تقول حرف اليوم ما تقوله ايه مش ما تقول ايه يو يو بيتمد ايه او ده النام بتاع بل الساوند بيجيه الساوند اه يعني اه دي دي ساوند و او اللي هو ايه نيم هنا تنضغت يو هنا تنضغت ايه اه يطار ليه اركز معي الكلمة كم مقطع ثلاث مقاطع كيو كم بار كم مقطع يا جماعي ثلاث مقاطع المقطع الاولاني كيو كم بار طب ايه يعني اقولك ايه يعني لو بصيت على سي يو في حروف تاني في المقطع دي تاي ولا اخره ده المقطع داه اخره سي يو ده بنسميه open syllable open syllable يعني مقطع مفتوح زين اللي هو ده هيكون ايه هيتنطق ايه في الحالة دي يعني في المقطع المفتوح يا جماعي هي open syllable لو الجينا حرف متحرك وما فيش حرف ساكن جافل عليه يتنطق باسمه عشان كده قلنا ايه كيو يو اه وما لده هنسميه ايه هنسميه closed syllable مقطع ايه مغلق يبقى ده مفتوح وده مغلق تاني المفتوح مفيش حرف ساكن في اخر المقطع ده اخره حرف متحرك ففي الحالة دي ينطق بايه باسمه اسمه ايه يو هتوك بايه كيو ام الدي اه في حرف ساكن اهو شايفينه الام ده جفل على اليو فما اصبحش ايه مقطع مفتوح اصبح ايه closed syllable مقطع مغلق عشان كده اتحول الى sound بيجي ايه كم كم يبقى كيو كامبر كيو كامبر عشان كده واحد سألني السؤال ده والله ليه هنا يو وهنا ايه اه عشان قصة الايه المقاطع المغلقة والمفتوحة عرفتوا ليه قلنا كيو كامبر عشان السبب وانا شارح المقاطع المغلقة والمفتوحة وانواع المقاطع السبعة في الصفحة بتاعتي لو دورتوا عليها تلاقوها وتستفيدوا منها ان شاء الله ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو thank you so much for watching have a nice day